موسيقى السلام عليكم في ناس كتير كانت بتتكلم على المصالحة المصرية التركية وانه طالما مصر حتتصالح مع تركيا فممكن ان مصر تكبر دمارها بقى وتفتح لتركيا المجال في التساهل في الحدود البحرية يعني بحيث ان مصر توافق على خطة التقسيم البحري اللي تركيا عاملها مع لبيان وطبعا مين اللي كان بيروج للموضوع العبيد ده فتكر كده وفكر ايوه بالزبط يا سيدي هم قنوات الاخوان وكلاب العثمانلي في قنوات قطر طيب هل الموضوع اصلا منطقي ويعقل يعني بعدما مصر عملت كل الجهود دي فانها ترسم حدودها البحرية مع اليونان ومع ابرص وتحافظ على ثروتها من الغاز في البحر المتوسط هتيجي بمنتهى السهولة كده تفرط في كل الحدود دي وتوافق على الحدود اللي غسمتها تركيا مع ليبيا اكيد يعني ده كلام فارغ وفاضي ومليوم في المية الموضوع ده كان موجود بس في خيال الاخوان وطبعا في خيال عبيد الاترق طيب هو اين اللي حصل بقى دلوقتي وإيه الجديد الجديد يا باشا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدر قرار جمهوري بترسيم الحدود البحرية الغربية مع دولة ليبيا في البحر الابيض المتوسط ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الثلاث اللي فات قرار الرئيس المصري واللي كان برقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط طيب ايه هي تفاصيل القرار حسب النص المنشور في الجريدة الرسمية نصة المادة الاولى من القرار على ان تبدأ حدود البحر الاقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولا الى النقطة رقم 8 ومن ثم ينطلق قط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرقا وصولا الى النقطة رقم 9 التقسيم مع ليبيا لسه مالوش خريطة رسمية منشورة ولكن من باب العلم بالشيء فاللي قدام حضراتكم دي هي خريطة المقترح التركي اللي مصر رفضته واللي اصلا مش فاهم انا يعني هي مين تركيا دي اللي تقترح ترسيم الحدود ما بين مصر وليبيا يعني هل تركيا هي وصية على ليبيا ولا تركيا بتحتل ليبيا وبتتكلم باسمها طيب بالبلد كده وباختصار الكلام الكلام اللي فات ده كله معناه بالمختصر المفيد يا فندم القرار معناه حسم مصر لحدودها البحرية اللي يمكن من خلالها ان هي تطرحها قدام شركات النفط العالمية للتنقيب على النفط او الغاز ويمكنها برضو الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها الموضوع في كلمتين ان القرار ده يعتبر اعداد وتجهيز للمناطق المصرية الغنية بالنفط والغاز داخل الحدود دي للتنقيب ووقف اي اطمع فيها وخصوصا الاطمع التركية وعلى فكرة المناطق اللي رسمتها مصر دي بتحتوي على مغزون من الغاز والنفط ضخم جدا يعني اكبر مغزون للوقود في البحر المتوسط موجود بفضل الله عند مصر واحنا لسه ما استرلناش منه اكتر من 5% من اجمال الثروة اللي عندنا فلسه الباب مفتوح ولسه فيه خير كتير جاي لمصر ان شاء الله قريب وده مش كلامي ده كلام اسامة كمال وزير البترول السابق اللي صرح لقناة العربية وقال ان ترسيم الحدود البحرية الغربية تحسم عمليات طرح هذه المناطق وكذلك مياهها العميقة للتنقيب للوصول للثروات والحفاظ على حق كل دولة في ثرواتها الطبيعية وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 كما انه مع المنوشات الاخيرة من جانب تركيا في ليبيا وتزايد الحديث عن الحدود البحرية للدول الثلاث كان لابد لمصر ان تحسم حدودها مع ليبيا مثل ما حدث في الحدود في البحر الاحمر وشرق المتوسط لكن الوزير السابق وضح نقطة اضافية مهمة جدا وقال بعد هذه الشركات كانت تتخوف وترفض التنقيب بزعم ان الحدود غير معروفة او واضحة او تشهد نزاعات فالامر الان بات محسوما للجميع اكيد قرار زي ده لازم يكون له صدى كبير جدا في البرلمان المصري لان البرلمان المصري في لجنة للدفاع والامن القومي فقصة ان انت تعمل ترسيم حدود بحرية لازم الاول تعدي على البرلمان اكيد وعلشان كده كشف احمد يحيى وكيل نجلة الدفاع والامن القومي بالبرلمان المصري لقناة العربية ما يلي ان قرار ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا حتى ولو من جانب واحد وهو مصر صائب بكل حيثياته من الناحية الاستراتيجية لكونه يحافظ على سروات وحقوق مصر في غاز المتوسط خاصة في ظل اعلام بعض الشركات عن ظهور حقول ضخمة للغاز داخل المياه المصرية الاقليمية كده الموضوع تقفل على تركيا ضبه ومفتاح يا رئيس بس انا سمع واحد بيقول ان ترسيم حدود من جانب واحد يعني هقولك هي ليبيا حاليا فين انت شايف ليبيا دولة مستقلة وليها كيان سياسي مستقلة نقدر ان احنا نتفاوض معاه يا راجل ده انا لسه اقيل لك ان الحدود البحرية المصرية الليبية تركيا هي اللي اقترحتها علينا هي فيه الليبيا عم الحج وطبعا طلعت وزيرة الخارجية الليبية واعترضت عادي يعني ماهي شغلة مع الدبيبة عميل تركيا المنتهية ولايته فاعترضوا على الترسيم وقالت ان مش من حق مصر ترسم لوحدها ولازم تيجي وترسم معنا بس نجي نرسم مع مين مع الدبيبة ولا مع بشأرة مش لما يبقى عندكو حكومة الاول والله احنا اللي في مصلحتنا عملناها غالي رسبا عن ادخل طخين والموضوع كده خلصان وعلشان تعرف اهمية الترسيم ده كان ينا فكرك بكلام رئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي في اكتوبر اللي فات لما قال حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرس واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الاحمر لافتا كما ان تلك الاتفاقيات وفرت مية وعشرين مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء طيب ما كده الخليفة ليفة حيزعل طب ما يتفلق يا عم ولا يخبر دماغه في ادخل حيطة احنا ما انا اللي يقدر يعمل حاجة معانا يجي يعمله اهلا وسهلا بس هو راجل قبل ما يزعل نحق نفسه الصراحة ورحم صالح نفسه فاعلن اكتشاف حقل من اكبر عشر حقول تم اكتشافهم في البر في العالم كله سنة 22 لانتاج النفط باجمال احتياطي مليون برميل اللي هو انتاج المملكة العربية السعودية من النفط في اسبوعين بالزبط بس لو سبحت بتضحكوش منفضلكم قولولي في التعليقات تتوقع ايه كن رد فعل تركيا على قرار السيسي بترسيم الحدود البحرية معلبي شوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته